فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال صلى الله عليه وسلم الإمام مضامن والمؤذن مؤتمن فالواجب على كل مسؤول عن الصلاة إمامة أو أذانا أن يؤدي الأمانة التي حملها نحو هذه العبادة العظيمة فالمؤذن يراعي الوقت ولا يتقدم عليه ولا يتأخر لا يتقدم عن بدايته ولا يتأخر عن بدايته فليؤذن على أول دخول الوقت لأنه مؤتمن على الوقت والإمام ضامن للمصلين قال صلى الله عليه وسلم يصلون بكم أو يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم فهو ضامن يتحمل صلاة من خلفه الواجب على الإمام أن يراعي هذا الأمر